مرحبا أهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتي على اليوتيوب ميسرامي فيديو اليوم رح نعمل مع بعض مكياج جد فخم وجد أنيق باللون الأزرق السماوي خفيف وفخم ومناسب للمناسبات والأسهل لأنه في هذا المكياج ما رح نستخدم باليت يعني إذا كنت من البنات اللي ما عندهم أدوات ميكب وما عندهم باليت فيك تعملي هذا الميكب لحالك بالبيت ومن دون ما تحتاجي لباليت فيلا خلينا نشوف الخطوات أول خطوة اللي كلكم سرت تعرفوها وخاصة متابعاتي وهي ترتيب ورسم الحواجب بهذا الشكل على طريقة المايكرو بليدينك يعني شعر شعر وكيف تخلوهم هيك كثيفين وأكيد إذا حبيتوا طريقة رسم ترتيب الحواجب بهذا الشكل رح اترك لكم رابط الفيديو تحت بصندوق الوصف أو تحت مثبت بالتعليقات ثاني خطوة اللي دائما ظنني ذكركم فيها لأنه دائما يكون في عندي مشتركات جدد بالقناة ولهيك ما حب استغنى على أي معلومة وعلى أي خطوة حتى الكل يستفيد أكيد رح نجهز العين للميكاب رح نرتب العين ومن بعده حتيت كونسيلر من بورجوة لتوحيد لون الجفن وكون في نفس الوقت نظفت تحت الحاجب بعد ما رسمته ورتبته بهذا الشكل وأكيد بالنسبة للمشاركات الجدد لازم تبدأوا بمكياج العيون وتجهزوا العين للميكاب ومن بعده تنتقلوا لوضع الفونديشن وأكيد تركوا الفونديشن كمرحلة أخيرة لأنه عبارة عن فلترة للوجه يعني لو عملتوا مكياج العيون وكنتوا عاملين فونديشن كأول مرحلة كأول خطوة رح ينزل كل الميكاب وكل الأي شادو اللي عملتوا فوق العيون أو الأي لينر أو المسكرة فوق الوجه ورح يتوسخ كل الميكاب وتذتروا أنكم تمسحوا ورح يبقع كل الفونديشن لهيك ما رح تتحصلوا على فونديشن أملس ورتب أو مثل الميكاب أرتيست وهذا هو السر للميكاب أرتيست دائما يبدأون بمكياج العيون ومن بعده ينتقلوا للفونديشن والآن من دون ما استخدم باليت استخدمت هذا القلم من فلوغماغ قلم أزرق رقم 112 وبدأت أرسم كأني أحدد العين كأني أرسم آي لينر غرافيك فبدأت خط أولي من نهاية الرموش العلوية ومن بعده قابلته بخط ثاني وكأني أرسم مثلث مفتوح وتبعت كسرة العين من دون ما أتجاوز كسرة العين ورسمت هذا الشكل ومن بعده استخدمت فونديشن ورشات صغيرة ما في عليها ولا لوم يعني نظيفة وبدأت بدمج هذا الخط اللي عملته يعني هذا الميكاب ما في أسهل من هذا المكياج فيكم تعملوه حتى وإذا كنت مبتدئة رح تقدري تبقيه بكل سهولة وأكيد إذا ما كان في عندك هذا القلم الأزرق فيك تختاري أي لون يعجبك يعني حتى ولو كان قلم لتحديد الشفاه فيك تستخدميه باللون البني أو الزهري أو البنفسجي يعني أي لون متوفر عندك فقط اعتمدي هذا الطريقة وكنت شوي شوي ادمج اللون لأنه اللون صعب بالدمج اللون الأزرق قوي ويعتبر مثل اللون الأسود فلهيك لازم تاخدوا راحتكم بالدمج خاصة إذا اخترتوا هذا اللون الأزرق ومن بعده استخدمت فرشات أكبر من اللي استخدمتها من قبل وبدأت وأعت دمج الأيشادو لأنه حبيت أني ادمجه على كامل العين هذه الطريقة أعملتها حتى اتحصل على شكل يكون هيك مسحوب للعين هذه الطريقة مناسبة جدا لمبتدئات يعني للي ما بتعرف تعمل شكل الأيشادو فيها تعمل هذه الطريقة ترسم أي شكل يعني حبيت يكون على عيونها ومن بعد تدمجه دمجته لحتى صار كأني عملت لون انتقالي وكيد تركت الشكل الأولي اللي رسمته ومن بعده للمرة الثانية استخدمت القلم الأزرق وحددت كسرة العين فقط وحددت الزاوية الأيلاينر والجرافيك اللي عملته على برة محددت هذا الزاوية أيضا على الخفيف جدا بهذا الطريقة رح تتحصلوا على أي شادو نظيف ومدموج جيدا وحتى انه فيه حركات مميزة وكأنكم ميكب ارتست احترافيين وكيد حبيت اني خفف شوي الخط اللي رسمته من أول وجديد لكن إذا حبيتوا الشكل يكون هيك مبين الخط مرسوم فيكم تتركوه عادي لأنه الأي شادو مدموج شوفوا الشكل اللي تحصلت عليه بالنهاية بخطوات جد بسيطة والآن رح استخدم هاد القليتر البودرة لون فذي ورح حطه على الجفن المتحرك بهذا الشكل وأكيد حطيته بشكل خفيف جدا يعني حتى يكون مناسب للمناسبات وبالنسبة للفونديشن أنا ما استخدمت فونديشن لأنه بشرتي متهيجة من البحر يعني لما حط الفونديشن رح تتقشر البشرة لهيك انتو شايفين نمش على وجهي لأنه في عندي نمش وأكيد انتو استخدموا الفونديشن بعد ما تكملوا مكياج العيون ومن بعده رح حط الرموش الاصطناعية اخترت هاد الرموش هي من موقع ألي إكسبرس ورح اترك لكم رابط الرموش من وين أخذتها وأكيد اخترتها طويلة من آخر العين وقصيرة من أول العين حتى تعطيني سحبة للعيون ورسمت مدمع العين على الخفيف بالقلم الأزرق ومن بعده رح ادمجه تقريبا بهذا الميكاب استخدمت قلم أزرق وفرشات واحدة فقط للدمج يعني هذا الفرشات وفرشات ثانية للدمج يعني ما رح تحتاج بهذا الميكاب الأزرق أدوات ميكاب كثيرة من بعده مسكرت الرموش السوفلية وهذا هو الفينال لوك لمكياج الزرق ناعم وفخم مناسب للمناسبات وما فيه أي تعقيدات سهل جدا للتدبيق وما يحتاج أدوات كثيرة للميكاب وأكيد ما حطيت فونديشن لأنه بشرتي متهيجة من البحر فما حبيت حط فونديشن وتركتها ترتاح لهيك أنتوا شايفين هذا النمش وهذا هو الفينال لوك أتمنى يعجبكم الميكاب الأزرق وتكونوا استفدتوا من الخطوات مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر